السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم مرحبا بكم في مقرر المهارات الرقمية للصف الثاني متوسط مع موضوعنا تابع لمشروع الوحدة للوحدة الثانية التواصل عبر الأنترنت تعلمنا في الدرس السابق مشروع الوحدة لنتذكر شبكة الحاسب نتوارك وعرفنا شبكة الحاسب نتوارك وقلنا أنها هي عبارة عن جهازي حاسب أو مجموعة من أجهزة الحاسب أو الأجهزة الأخرى التي يتم ربطها من خلال الكبلات أو قنوات الألياف الضوئية أو التقنيات اللاسلكية ثم تحدثنا عن هيكلية الشبكة ويشير مصطلح هيكلية الشبكة إلى تخطيط شبكة الحاسب ويمكن القول بأن الهيكلية تشرح كيفية اتصال الشبكة مادياً كما تحدد المسار الذي يجب أن تسلكه البيانات للتنقل حول شبكة الحاسب وتعد أنواع هيكلية الشبكة الرئيسية والأكثر استخداماً هي نقطة إلى نقطة point to point هو أبسط هيكل موجود ويتكون من ارتباط دائم بين نقطتين يستخدم الإرسال الهاتفي التقليدي هيكل نقطة إلى نقطة وهذا يعني أنه يمكن إعداد دائرة من نقطة إلى نقطة بشكل داينميكي طالما كانت هناك حاجة إلي مثل ما نرى عندنا عبارة عن جهازين نقطة إلى نقطة عندنا الهيكلية الخطية التي هي باس توبولوجي عندما تكون العقد متصلة بكابل واحد مثل ما نلاحظ مجموعة من الأجهزة تمت اتصالها بكابل واحد ثم عندنا هيكلية الحلقية أو الحلقة هيكلية الحلقة رينج توبولوجي يجمع مخطط الحلقة بين أجهزة الشبكة المتصلة ببعضها على شكل حلقة ويتم إرسال جميع البيانات عبر تلك الحلقة وصولا إلى وجهتها النهائية فعندنا هنا مجموعة أجهزة تم توصيلها فيما بينها بشكل حلقة هيكل النجمة ستار توبولوجي يتم توصيل جميع نقاط الشبكة في مخطط النجمة بجهاز مركزي يسهل جدا في هذا المخطط إضافة أي أجهزة جديدة في الشبكة مما يجعل من عمل إدارة الشبكة عملية سهلة من نقطة مركزية واحدة مثل ما نلاحظ عندنا تم ربط جميع الأجهزة في الجهاز المركزي أو النقطة المركزية في هذه الهيكلية يسهل علينا إضافة أجهزة جديدة أو التحكم وإدارة هذه الشبكة ثم عندنا أنواع الشبكات حسب التباعد الجغرافي تنقسم إلى قسمين أولا الشبكة المحلية يرمز لها LAN اللي هي Local Area Networks والشبكة الواسعة WAN With Area Networks الشبكة المحلية تربط أجهزة حاسب الموجودة في مساحة صغيرة مثل منزل أو مكتب وأما الشبكة الواسعة يمكن أن تغطي دولة أو عدة دول في مختلف القارات مثل الأنترنت مشروع الوحدة في هذا المشروع ستشكل مجموعة مع زملائك للبحث في الشبكة العنكبوتية عن معلومات حول الأنواع المختلفة للشبكات وتاريخها وعن أدوات التواصل الحديثة اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات متبعا الخطوات الآتية فعندنا هنا ستقوم بتكوين مجموعة مع زملائك في الصف وتعاون مع أفراد مجموعتك على البحث في الشبكة العنكبوتية عن معلومات حول الأنواع المختلفة للشبكات وتاريخها وعن أدوات التواصل الحديثة وزع الأدوار بين أفراد المجموعة ولكل عضو دور مختلف في المجموعة أولا استخدم محرك بحث للعثور على معلومات حول أنواع الشبكات المختلفة واكتب الكلمات المفتاحية المناسبة لجعل بحثك أكثر دقة لدينا مجموعة من محركات البحث ومنها مثل محرك جوجل ومحرك ياهو ومايكروسوفت بينك أما بالنسبة للكلمات المفتاحية التي تساعدنا في بحثنا بيكون بعض الكلمات المفتاحية المناسبة أولا أنواع الشبكات ولدينا كذلك شبكات الحاسب السلكية وشبكات الحاسب اللاسلكية عندنا تطبيق على متصفح جوجل نقوم في البحث عن أنواع الشبكات في محرك البحث جوجل تظهر لنا نتائج وروابط تخدمنا في موضوعنا أنواع الشبكات الحاسب ثم ننتقل إلى برنامج أو إلى محرك بحث مايكروسوفت بينك للبحث عن موضوعنا أنواع الشبكات تظهر لنا مجموعة من النتائج ولكن قد تختلف النتائج وترتيب النتائج ثم نذهب إلى ياهو متصفح أو عندنا محرك بحث ياهو نبحث عن أنواع الشبكات يظهر لنا نتائج لو لاحظنا في هذه المحركات البحث التي تم استخدامها يوجد لدينا مجموعة من الروابط والنتائج المختلفة لدينا هنا السؤال هل نتائج محركات البحث متشابهة في الدقة ونتائج البحث تمت تجربتنا على محرك جوجل وياهو ومايكروسوفت بينك فسؤالنا يقول هل نتائج محركات البحث متشابهة في الدقة ونتائج البحث أحسنتم تختلف نتائج البحث في محركات البحث من حيث الترتيب والدقة وسرعة الوصول لماذا؟ لأن كل منها يستخدم نظام محدد لعرض النتائج ماذا سنتعلم في هذه الوحدة؟ سنتعلم ونستكمل مشروع الوحدة الثانية التواصل عبر الانترنت اثنين أو ثانيا أثناء البحث في شبكة العنكبوتية حاول أن تكون مفكرا ناقدا وتحقق مما إذا كان المصدر عبر الانترنت الذي تستخدمه موثوقا به يجب عليك عزيزي الطالب التحقق من موثوقية المصادر عبر الانترنت بتطبيق بعض المعايير عليها عندنا هنا السؤال هل جميع مصادر المعلومات عبر الانترنت موثوقا بها؟ هل جميع مصادر المعلومات عبر الانترنت موثوقا بها؟ أحسنتم بعض مصادر المعلومات عبر الانترنت غير موثوق بها لذلك لا بد أن نقيم المعلومات التي نحصل عليها بتطبيق بعض المعايير عليها والتي تساعدنا على التأكد من صحة هذه المعلومات وهذه بعض المعايير المفترض العمل بها أولاً أول عندنا معيار هو وضوح الهدف من الموقع الذي يعتبر مصدراً للمعلومات فكلما كتبت الأهداف بشكل واضح وكانت تهدف إلى تقديم حقائق واضحة ومعلومات علمية كلما اتصف هذا الموقع بالمصداقية وصحة المعلومات ثم ننتقل إلى ثاني معيار وهو معيار المسؤولية معيار المسؤولية عن المعلومات في صفحة الأنترنت فكلما تم أو تمت الإشارة إلى اسم الكاتب بشكل صريح وواضح مع تحديد مؤهله أو مؤهلاتها العلمية أو الإشارة إلى الجهات أو الجهة التي قامت بكتابة هذه المعلومات ووسائل الاتصال بهم ساعدنا ذلك على تقييم المعلومات والحكم على موثوقيتها وصحتها وغالباً ما تكون المواقع التي تتبع مؤسسات حكومية أو تعليمية ذات مصداقية عالية ثالث معيار عندنا عند تصفح شبكة الأنترنت تتأكد من وجود تاريخ نشر المعلومات وتاريخ آخر عملية تحديث تمت عليها وتأكد من استمرارية تحديث الموقع بشكل دوري رابع معيار عندنا اللي هو التحقق من دقة المعلومات المتوفرة في صفحة الأنترنت من خلال عدة مؤشرات منها واقعية المعلومات فلابد أن تكون هذه المعلومة واقعية عندنا بعدها مقارنة المعلومات من مصادر معلومات أخرى على شبكة الأنترنت فيجب علينا البحث عن هذه المعلومة في أكثر من مصدر للتأكد من مطلقيتها خلوة المعلومة من الأخطاء الإملائية والنحوية الاعتماد على البحوث والدراسات علمية توثيق المصدر التي جاءت منها هذه المعلومات من أشهر المصادر الموثوق بها مثل موقع جوجل البحث العلمي اللي هي scholargoogle.com والموقع أو المكتبة الرقمية السعودية والمكتبات الإلكترونية التابعة للجامعات ثالثاً أطلب من معلمك المساعدة عند جمع المعلومات بتزويدك بمعلومات حول الكتب والمجلات التي يمكن أن تساعدك في مشروعك لا تتردد في طلب المساعدة من معلمك بتزويدك بمعلومات حول الكتب والمجلات التي تساعدك في مشروعك رابعا أثناء العمل حاول التعاوم مع زملائك في المجموعات باستخدام أدوات الاتصال التي تعلمتها كإجراء مكالمة وتبادل الملفات وما إلى ذلك عزيزي الطالب تواصل مع مجموعتك باستخدام أحد أدوات التواصل كوسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الفورية أو الرسائل الإلكترونية النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني متبعا القواعد الأساسية للحوار عبر الأنترنت ملتزما بآداب السلوك الأساسية في استخدام الأنترنت قادرا على حماية بياناتك الشخصية لنتذكر القواعد الأساسية للحوار عبر الأنترنت أولا احترم دائما آراء الآخرين حتى لو كنت لا تتفق معهم ثانيا حاول فهم وجهات نظر الآخرين والتعبير عن آرائك بطريقة مهذبة ثالثا لا تستخدم لغة بذيئة حتى مع أصدقائك المقربين رابعا حاول استخدام علامات الترقيم عند الحاجة فعلامات التعجب والاستفهام يمكن أن تغير معنى عبراتك خامسا لا تحذف المشاركات التي لا توافق عليها بدلا من ذلك حاول شرح وجهة نظرك واحذف التغريدات فقط إذا كانت تتضمن أشياء سيئة لك أو لأصدقائك سادسا إذا كان هناك شخص ما يتنمر عليك فاحذفه أو احذره وأبلغ والديك بذلك لنتذكر بعض آداب السلوك الأساسية في استخدام الأنترنت أولا اتبع نفس قواعد السلوك الجيدة التي تستخدمها في الحياة الواقعية حيث ينطبق نفس المستوى من الأخلاق على الأنترنت ثانيا احترم خصوصية الآخرين ولا تشارك المحتوى أو عنوين البريد الالكترونية البريد الالكترونية الخاص بهم فعلى سبيل المثال في رسائل البريد الالكتروني مع أكثر من مستلم واحد استخدم نسخة موقفية الوجهة بي سي سي ثالثا استخدم لغة مناسبة وتجنب الأخطاء الملائية والنحوية ولا تكتب بأحرف كبيرة فإنها أشبه بالصراخ وتجنب التعابير الوقحة رابعا لا تستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والنشر التي لا تملك حقوقها خامسا لا ترسل رسائل غير مرغوب فيها سبام ولا تتابع أو ترسل رسائل إلكترونية متسلسلة سادسا لا تشارك في المضايقات فليم وير وهي مناقشات على الأنترنت غالبا ما تكون مصحوبة بالألفاظ النابية أو لغات أو لغة مسيئة أخرى لنتذكر بعض النصائح لحماية خصوصيتك عذر الأنترنت أولا تعرف على إعدادات خصوصية منصات التواصل الاجتماعي وعدلها وفقا لمستوى الأمان الذي يناسبك ثانيا احمي معلوماتك الشخصية ولا تجعلها متاحة عبر الأنترنت ثالثا كن حذرا عند نشر شيء ما ولا تنسى أن نصوصك مرئية للجميع لذا حاول أن لا تكتب شيئا يمكن أن يسيء فهمه بسهولة رابعا لا تفترض أن المحتوى الذي عينته على أنه خاص برايفت آمن بنسبة 100% نظرا لأن جميع البيانات موجودة على أنترنت وقد تتعرض للاختلاق خامسا من الأفضل أن تصادق فقط الأشخاص الذين تعرفهم بالفعل وتحدثت معهم شخصيا فأنت لا تعرف أبدا من وراء اسم المستخدم أو الصورة سادسا تذكر دائما أنك إذا نشرت شيئا أو نصا أو صورة فمن المحتمل أن يكون هذا المنشور متاح إلى الأبد ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ تعلمنا في هذا الدرس بعض النقاط في مشروع الوحدة الثانية التواصل عبر الأنترنت إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا هذا وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر